السلام عليكم ومع ترس جديد نتحدث فيه عن حذف الضمير العائد المجرور وقد يكون العائد مجرورا بالإضافة أو مجرورا بحرف الجر فنتحدث نخص اليوم حديثنا بحذف الضمير العائد المجرور بالإضافة ونترك المجرور بحرف الجر للمحاضرة التالية إن شاء الله تعالى فالجر قد يكون الضمير المجرورا بالإضافة وقد يكون مجرورا بحرف الجر فحذف العائد المجرور بالإضافة أي هو في محل جر مضاف إليه هو نوعان حذف العائد المجرور نوعان إما مجرور بالإضافة وإما مجرور بحرف الجر طيب المجروب الإضافة الأولا شرط جواز حذفه أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول من فعل ينصب مفعولين وكلاهما للحال والاستقبال يعني يدل على الحال والاستقبال ولابد أن يعتمد أن يكون قبله مبتدأ ونحوه مما هو مذكور في باب اسم الفاعل نوضعه شيئا ما من هذه الشروط أو القيود على حذف الضمير المجرور بالإضافة إذا كان عائدا على الاسم الموصول شرط جواز حذفه أن يكون المضاف اسم فاعل يعني الاسم الذي قبل الضمير المجرور اسم فاعل أو اسم مفعول ويكون كل منهما مشتق من فعل ينصب مفعولين وليس ينصب فاعلا واحدا ويكون اسم الفاعل واسم المفعول دالا للحال أو لاستقبال يعني يدل على الحدوث الآن أو بعد زمن التكلّم بوقت قليل ولابد أن يعتمد كل منهما على مبتدأ ونحوه يعني لابد أن يكون مسبوق هذا الضمير أو اسم الفاعل أو اسم المفعول بمبتدأ ونحوه مما هو مذكور تفصيلا في باب اسم الفاعل أي في شروط إعمال اسم الفاعل عمل الفعل الذي يجب أن يكون معتمدا على شيء قبله كمبتدأ أو نف أو غير ذلك ما سيذكر في بابه إن شاء الله تعالى عند باب المشتقات طيب كقولك مثلا كقولك مثلا يفرح الذي أنا شوف هذه اسم مصره شوف ناخد الجملة نحديدها كده يفرح الذي أنا مكرم الآن أو غدا أو قلت لو قلت أنا مكرم الآن خلي غدا وعدين أن أذكرها يفرح الذي أنا مكرم الآن مكرم اسم فاعل والذي اسم موصول وهذه جملة الصلة ومكرم هنا عمل عمل الفعل لأنه سبق من مبتدأ بمبتدأ اسم اعتمد على شيء قبله مثل مبتدأ في أين هنا أين الضمير الرابط حدف التقدير أنا مكرمه الآن والآن دلت على الحال وإحنا قلنا من الشروط أن يكون المضاف أحد المشتقات اسم فاعل أو اسم المفعول هنا اسم فاعل حذف الضمير وهو مكرمه تقديره مكرمه مكرمه حذفت هذه الآن واسم الفاعل هنا معتمد أي مذكور قبله مبتدأ واسم الفاعل معه ما يدل على الحال مثل الآن ولو حذفنا الآن وقلنا غدا يصير لأنه يدل غدا على الاستقبال فانطبقت فيها الشروط فيجوز هنا حذف الضمير اللي هو الهاء أي تقدير الجملة يفرح الذي أنا مكرمه فحذفت الهاء هنا وهي الضمير العائد على الإثم الموصول جوازا وانطبقت عليها الشروط ومنها قول الله تعالى فقضي ما أنت قاض ما أنت قاض هذه ما اسم الموصول وأنت مبتدأ وقاض خبر وقاض اسم فاعل اسم فاعل والتقدير ما أنت قاضيه ما أنت قاضيه فالضمير الهاء هنا حذفت لأنها ضمير مجرور بالإضافة وقبلها قاض على وزن فاعل حذفت قاضي على وزن فاعل ولكن حذفت اللام وعوض عنها لماذا بالتنوين العوض فانطبقت عليها الشروط قبلها مبتدأ واسم الفاعل هنا واسم الفاعل قاضي والحال يدل هنا يدل على الحال الآن لأن هذه الآية تتحدث عن حال سحرة فرعون عندما أمنوا بموسى فهددهم فرعون قال لأ قطعني أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأ صلبنكم في جزوة قالوا فاقضي ما أنت قاضي قالوا أن أمن بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الساحة والله خير فاقضي ما أنت قاضي في نهاية الآية فاقضي ما أنت قاضي الآن احنا ما يمناش أو بكرة ما يمناش فهنا دل على الحال أو الاستقبال ماشي طيب ومثال اسم المفعول خذ الكتاب الذي أنا معطن أو معطن معطن الآن خذ الكتاب الذي أنا أخذت الكتاب فأنت خذه الآن الآن دلت على الحال أو لو قلت غدا يصح أو غدا ومعطن اسم مفعول معطي أنا معطي أو أنا معطن معذرة بهذه الطريقة أنا معطن اسم إيه اسم مفعول واعتمد اسم المفعول هنا على مبتدأ قبله أو معطن أو ماشي أي خذ الكتاب الذي أنا إيه معطاه أو الذي أنا معطيه إن كان اسم المفعول معطن أو اسم الفاعل معطن فهي هنا على اسم ماذا على اسم المفعول فهو أنا معطن أي الذي أنا معطاه فحذفت الهاء من اسم المفعول حيث انطبقت عليها الشروط حيث هي أحد المشتقات إما اسم فاعل أو اسم مفعول فقط والضمير مضاف إليها وسبق هذا اسم الفاعل أو اسم المفعول سبق بمبتدأ اعتمد عليه ودل الحال دل الزمن على الحال أو الاستقبال بذلك نكون أنهينا الحديث عن حذف العائد المجرور بالإضافة العائد على الاسم الموصول يعني الضمير الرابط العائد على الاسم الموصول إذا كان هذا الضمير مضافا إليه يبقى معنى إذا كان مجرور ولكن إذا كان مجرورا بحرف الجر في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة